على الرغم من كل ما تسعى إليه الميليشيا من محاولة لإفساد الحياة وإيقاف دورتها إلا أنها تفشل من مرة إلى أخرى هنا بعد إن قصفت القرى وقادت حربها ضد أبنائها هنا في قلب منطقة مريس تختتم فعالية دور الصمود نسبة إلى صمود المنطقة وبإشراف من المقاومة الشعبية التي تسعى محاولة تطبيع الحياة بعد إن كدرتها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع منذ شهور بأخبار الحرب والقصف والدمار استطعنا وبفضل الله أقامنا هذا الدور وبإشراف من المقاومة وبتعاون الجميع في أبناء منطقة مريس الدور هذا الصمود والرياضة يعني جزء من أوقاتنا في الجبهات ونصف الآخر في الرياضة صورة أخرى تعكسها هذه اللحظات التوحي بالاستمرار والتحدي في مواجهة مشروع الميليشيا الإنقلابي مهما تنوعت أساليب الخراب والتدمير حيث اتخذ الشباب من الأحداث التي تعيشها البلاد ومنطقتهم خاصة أسماء لفرقهم المشاركة كالصمود والأمل والحزم كما جرى تكريم المشاركين في أجواء مفعمة بالروح الرياضية العالية وبالطموح بالخروج من دوامة الاقتتال لمواصلة الحياة على هذا النحو الذي يكسر جمود الواقع منذ سنة تقريبا أقمنا أيضا بطولة لذكرى شهداءنا لذكرى شهداءنا هناك من استشهد كان يلعب كرة القدم وكان يلعب على هذا الملعب وغير الملاعب بهذه الروح الشبابية أستطع هؤلاء الشباب كسر أجواء الحرب المخيمة على هذه المنطقة فأثبتوا أن الحياة وطموحاتهم لا يمكن أن تخضع لمشروع الانقلابيين محمد المريسي قهاته بالقيس الضالع